السلام عليكم ورحمة الله نريد طبعا من خلال هذه المحاضرة أن نعطي نبذة بسيطة عن الأعراض البصرية لمرض التصلب الويحي أو الامأس كما هو معروف طبعا بما أن العين هي امتداد للجهاز العصبي المركزي والعين هي عبارة عن ناقل معلومات من العين إلى الدماغ وكذلك هناك في الدماغ أماكن تتحكم بالعين يعني من حركة العين والأعصاب الدماغية فمن الطبيعي أن تتأثر العين في أي مرض يأثر على الجهاز العصبي مثل مرض التصلب الويحي ويظهر عن طريق أعراض بصرية هذه صورة بس لتوضيح العين وهذه يعني مثل لمبة فالصورة تنتقل من خلال العدسة القرنية والعدسة إلى الشباكية ومن ثم إلى العصب البصري ومن ثم العصب البصري ينقل المعلومة إلى الدماغ من أهم أعراض المرض التصلب الويحي هو التهاب العصب البصري وهو يظهر عن طريق انخفاض مفاجئة في الرؤية في العين وحدة أو العينتين وقد يكون مصاحب مع ألم في حركة العين كذلك الألوان تبدو باهتة مثل اللون الأحمر يصير مثل لون كأنه لون بني فاتح ومعظم الأحيان المريض ما ينتبه إلى العرض هذا فقد يحدث ممكن يتحسن تلقائيا خلال الأسبوع أو أكثر وبعدين يتم تشخيصه بشكل رجعي يعني بأثر رجعي بعد ما نشوف الدكتور بس طبعا كثير من الأحيان انخفاض النظر يكون شديد إلى درجة أن المريض يروح يشوف الطبيب والطبيب يشخص الحالة ومن ثم يعالجه بالحقن الكورتيزون طبعا ممكن الألم بالعين هو التهاب بالعصب البصري كثير من أنواع الصداع مثل الصداع النصفي وصداع الشقيقة وصداع التوتري وأنواع كثيرة من الصداع قد تسبب ألم حوالي منطقة العين حتى كذلك التهاب الجوب وألم الأسنان أحيانا فممكن الألم حول منطقة العين هو التهاب بالعصب البصري والطبيب هو اللي يقوم بهذا التشخيص يتم تشخيص التهاب بالعصب البصري عن طريق الفحص الكلينيكي وكذلك بعض الفحوصات اللي ممكن تنعمل في العيادة مثل فحص مجال النظر وفحص التصوير الطبقي لقاء العين كذلك الطبيب قد يطلب أشاءة رنين مغناطيسي على أساس يشوف إذا فيه التهابات في الجهاز العصبي المركزي أو في المخ قد تكون مؤشر إلى أن هذا ممكن يكون مرض بدايات مرض التصلب اللوحي أو اللمس طبعا في بعض الحالات الخفيفة لالتهاب العصب البصري اللي الرؤية تكون فيها غير متأثرة بشكل كبير أحيانا لا يتم العلاج ولكن معظم الحالات يتم علاجها بالحقن الكورتزون موضوع التشخيص مهم جدا لأنه كثير من الأمراض الأخرى التي ممكن تسبب التهاب العصب البصري والتي تكون مشابهة لمرض الأمس مثل مرض الأنم أو ومرض الماغ هذه ممكن تؤدي إلى التهاب العصب البصري فهنا الطبيب يحتاج أن يشخص المرض بدقة لأن العلاج قد يكون مختلف فيما بعد من العراض التصلب البصري كذلك موضوع ازدواجية الرؤية وهو عبارة عن خلل في الأعصاب التي تتحكم بحركة العين بحيث أن العينتين لا تعملان معا وهذه قد تكون العرض الأول لمرض الأمس أو أحيانا قد تحدث عن طريق هجمة للمرض فالمريض بسبب اختلال في حركة العين يبدأ يشوف ازدواجية بالرؤية قد تكون أفقية أو تكون عمودية وهذه تتحسن مع الوقت ومع العلاج وممكن مؤقتا مثلا تغطية عين واحدة علشان تفادي موضوع ازدواجية الرؤية أو قد يوصف الطبيب نظارة خاصة فيها شيء يسمى منشور ممكن يعني يستخدم مؤقتا لتغلب على موضوع ازدواجية الرؤية من الأعراض الأخرى هي موضوع اهتزاز الصورة اللي يحدث في ارتجاج العين والارتجاج بالعين قد يكون أفقي أو عمودي وهذا إحساس بأن مثل العالم كأنه يتحرك أو يهتز حوالي الشخص اللي يعاني من هذه المشكلة وأحيانا قد يزيد أو يقل إذا المريض ينظر في اتجاهات معينة أو يحرك رأسه باتجاه معين طبعا كثير من المرضى يشتكي من موضوع اللي هو تقلبات الرؤية بين يوم إلى آخر وخصوصا في الحالات المزمنة لمرض الأمأس وخصوصا في الحالات اللي يكون فيها المريض تعرض إلى إصابة في العصب البصري وهذا شيء يعتبر طبيعي لأن حدة المرض تزيد مع مثلا ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإجهاد بعد الرياضة فهذا يؤدي إلى انخفاض الرؤية وهذا يعتبر أمر طبيعي في الحالات المزمنة فإحنا ننصح المرضى عادة ليمارس رياضة مثلا أن يعني يعني ياخذ فترة ياخذ بريك مثلا بعد فترة معينة بحيث أن جسمه يبرد على شاس يعني يتفادى هذا الموضوع الفحوصات اللي نعملها بالعيادة لمرضى التصلب اللوحي عادة طبعا بعد التاريخ المرضي وفحص مستوى النظر هو فحص قاع العين وكذلك فحص مجال النظر والتصوير المقطعي للترابط البصري أو يسمونه OCT وهذا مهم جدا في تشخيص المرض ومتابعة المرض بعض الأسئلة حوالين التصلب اللوحي هل ممكن أن يؤدي التصلب اللوحي إلى العمل طبعا هذا عادة لا يحدث حالات نادرة جدا وإحنا قلنا أن التهاب العصب البصري عادة يأخذ فترة من 4 إلى 6 أسابيع ويتحسن مع العلاج ما هي العلاقة بين التصلب اللوحي والجفاف في العين طبعا لأن التصلب اللوحي يؤثر على العصاب والقرانية فيها عصاب حسية هذه ممكن تتأثر فكثير من مرضى الأم أس يعاني من جفاف العين وننصح المرضى لأم أس بشكل عام باستخدام القطرات المرتبة هل يوجد علاج لضمور العصب البصري؟ هذا سؤال شائع جدا للأسف ما في علاج فعال لموضوع الضمور العصب البصري لأن العصب البصري يتكون من خلايا عصبية وهذه الخلايا العصبية إذا حدثت لها مشكلة يعني لا يمكن تعويضها الجسد ما يقدر يعوضها فإلى الآن لا يوجد علاج لضمور العصب البصري ولكن يوجد دراسات أما من خلال الأدوية أو استخدام الخلايا الجذعية هل ممكن علاج إزدواجية الرؤية المزمنة في التصلب اللويحي؟ طبعا ممكن عن طريق استخدام النشور في النظرات أو أحيانا تدخل جراحي وعملية لعضلات العين مثل عمليات الحول للأطفال لإصلاح الحراف اللي يصير في العين هذا هل يوجد آثار جانبية لبعض الأدوية التي تستخدم في مرض التصلب اللويحي؟ نعم معظم الأدوية لا تؤثر ولكن بعض الأدوية قد يكون لها مضاعفات جانبية محددة وعادة ما يتم إرشاد المريض أن يفحص العين لتفادي حدوث هذه المضاعفات على سبيل المثال في مرض الأمس عندنا عقار الجلينية ممكن في نسبة قليلة جدا يؤدي إلى ارتشاح في الشبكية وهذا يحتاج فحص لقاع العين وكذلك تصوير لقاع العين وفي عقار المترادة أحيانا يؤدي إلى زيادة نشاط الغدى الدرقية والجحوظ الدرقي فهذه إجمالا نبذة بسيطة عن أعراض مرض التصلب اللويحي التي تؤثر على العين وبعض الأسئلة المهمة التي يطرحها المرضى بخصوص العين في هذا المرض شكرا شكرا